هذا لأنه هذا الكتاب أنا ما كان عندي في البيت نقلت لكم من هذا الكتاب وأنا أنصح الأعزة نصيحة واقعا لأستاذ تلامذته ومرب لطلابه وهو أنه هذا الكتاب طالعوه هذا الكتاب من أوله إلى آخره وهو كتاب العلمانيون والقرآن الكريم العلمانيون والقرآن الكريم هذا الكتاب أعزائي يقع فيه ثمانمائة وخمسين صفحة أعزائي هي من أهم رسائل الدكتوراه ومن أهم ما كتبه في معرفة ما جرى في الأربعة خمسة قرون الأخيرة يعني بدل في قناعة الشخصية بدل ما تقرأ فدمعت كتاب هذا الكتاب في ثمانمائة صفحة بيني وبين الله تعرف ماذا جرى في ثمانمائة يعني ما قاله أراجون ما قاله الشحرور ما قاله النصر حامد أبو زيد ما قاله محمد عابد الجابري ما قاله عبد الله العروي ما قاله الماركسية ما قاله فلاسفة الغرب ما قاله من الذي بذهنك أعزائي من المعاصرين حداثويين غربيين عرب مولانا إسلاميين كلماتهم ماذا كلماتهم هنا لا أقل إجمال نظرياتهم موجودة هنا طبعا مع اعتقاده بمناقشة وإن كانت مناقشاته جدا ضعيفة وسخيفة أيضا لأنه غير الشتاء كذا ما عنده مولانا لأنه سلفي على الطريقة السلفية مولانا هو وين كان يقول أنا مو سلفي ولكنه طريقته طريقة ماذا طريقة منهج السلفي يعني عندما يطرح الفكر بدل ما يناقش الفكر مولانا يبدأ هذول كذا هذول كذا فقط يبقى أنه لا يسب أباؤهم وأمهاتهم ولانا فقط وهي رسالة دكتورة أو اللطيفة ماتين رسالة دكتورة لمؤلفها أعزائي تأليف دكتور أحمد إدريس الطعان واضح بعد عنوان على المعنون دكتور أحمد إدريس الطعان كلية الشريعة جامعة دمشق وتقديم الأستاذ الدكتور نون الدير عتر والأستاذ الدكتور محمد عمارة أعزائي قلت لكم والكتاب من الطبع الأولى مالت سنة 1428 جديد يعني قبل سبع سنوات هذا الكتاب منتهي الحق والإنصاف أنه ويمطالع للحداثويين ولكنه هذا الكتاب من حيث الجامعية الحق والإنصاف أنا لم أجد أحد امتابع كلمات الغربيين والشرقيين يعني سوف تتعرف على الهرمونيطيقية سوف تتعرف على الألسنيات على المدرسة التفكيكية على المدرسة البنيوية كلها الآن هذه الاصطلاحات القائمة كلها بنحو الإجمال موجودة هنا والرجلا بيني وبين الله حتى لا يغمط حقه عرفتشون لا أقل لا أقل أعزائي مستند إلى ستمائة مصدر مولا يعني ماكو مصدر هذا الرجل قديما وحديثا ممتابع وما شايفا أنا من بعض الأحيان أتابع يعني من ينقل شيء أرجع على كلمات أشوف بأنه بالدقة ناقلة أو أنه متلاعب لا وجد الحق والإنصاف لأنه أكثر كتب هذه المصادر أراغون وعابد الجابري وعراوي وغيرها أنا موجودة عندي فلهذا أراجع نص بالضبط ناقله عنهم وخلاصات جيدة يعني أنت بدل ما تذهب تدريه أراغون بيني وبين الله لأقل عشرين خمسة عشرين كتاب عنده مولانا هو يريد لعمر أنه أنت طالع كتبة أما هذا الرجل يطالع كل كتبة ويطيق خلاصة في عشر صفحات وعشرين صفحة وهو مفيد للأعزة الطلبة اللي ما عدوا موقع أنه يراجعوا التاريخ الحداثة أو الفكر الحداوثة بشكل واسع على إله